يجب أن نقوله برضو أن القرارات دي طلعت بعد تقارير التقارير دي الحقيقة كانت صدرة من الصحافة النهاردة الصبح يمكن اتكلمت هذه الصحف عن تأجيل مباراة الزمالك ضد درجاء المغرب لتلاتة نوفمبر اللي جاي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ده خلاص في استاد القاهرة صحيفة المنتخب المغربية كانت بتقول أنه تم تأجيل مباراة الزمالك ضد درجاء لتلاتة نوفمبر اللي جاي وأن المباراة النهائية كلام ده صالع من هناك هتكون يوم 27 من نفس الشعر احنا عارفين أن نتيجة خلاص لقاء الذهاب كانت انتهت بين الرجاء والزمالك انتهت كانت واحد نظيف طبعا للزمالك وكانت المباراة دي بتتلعف المركب المحمد الخامس بس لحد دلوقتي زي ما انتو قلت ما عندناش معلومات مؤجدة عن نوعد المباراة النهائية ما بقولك كده من القلق شوية والأخبار اللي بتطرع سريعا سريعا كل تلات ساعات بيبقى فيه قرار لكن الحياة الكل منتظر بصراحة الكل منتظر الموعد النهائي للمباراة خاصة أن الفترة اللي جاية فيها أجندة دولية احنا عارفين كمان فيها فترة قيد يعني أجندة دولية في يوم 9 نوفمبر وعندنا نهاية القيد يوم 11 مع انطلاق كمان بطولة الجديدة من دور الأبطال يعني خلينا نتكلم ان كمان يوم 27 نوفمبر ده هيبدأ الدور التمهيدي للنسخة الجديدة من بطولة أبطال الدور فكلنا في حالة ترقب بشكل كبير جدا كل ما يهمنا في الموضوع هو النادي الأهلي هو فريقنا هل في استفادة من التأجيل أنا وجهة نظر الشخصية طبعا ما فيش استفادة من التأجيل لوجهة نظر فنية ان النادي الأهلي دلوقتي في الكيرف العالي أعلى معدلاته المعنوية أعلى معدلاته الفنية والبدنية يعني كنا نتمنى ان هذا الكيرف يستمر لكنها عشان الكيرف ده يستمر لفترة أكتر من شهر واحنا عارفين ان فيه أجندة دولية ففي لعيبة هتروح مع المنتخبات وترجع وبعدين يوم السبت ان شاء الله الدوري يوم السبت حينتهي تماما وبالتالي يبقى عندك من يوم السبت لغاية يوم 27 أو 28 نوفمبر ايا كان المعاد عندك فترة طويلة جدا جدا فأنا في اعتقاد على المستوى الفني لا احنا كنا نتمنى ان احنا في الكيرف العالي في أفضل حالاتنا الفنية البدنية فيه تناغم كبير جدا مع اللعيبة فيه ثقة كبيرة جدا بعد الأداء الرائع عمام الوداد فبالتالي يعني كنا نتمنى ان المواعيد تبقى سبتة لكن برضو هنقول عندنا ثقة في لعبتنا وعندنا ثقة في الجهاز الفني ان شاء الله ايا كان المعاد امتى هنكون مستعدين ليه بشكل كوي اكيد طبعا